السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم? يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة كده بنتكلم عن حلقة بعنوان ايصال الامانة الموقع على بياض لا يعد اثبات للمديونية. وهكذا حكمت محكمة النقد. يعني النهاردة انا جبت حكم لمحكمة النقد حكم حديث لسنة الفين وتمنتاشر. طبعا احنا اي احكام حديثة بتلغي اي احكام قديمة بمعنى. يعني مسلا محكمة النقد من كزا سنة اصدرت مسلا قرار ان اصال الامانة اه على بياض دوت كده بيبقى تفوض من المدين لدائن باكمال البيانات. طيب. هي جد في الفين وتمنتاشر وقالت ان الكلام دوت لا. اصال الامانة الا على بياض لا يعد اثبات للمديونية. يبقى احنا كده اوتوماتيك عارفنا ان الحكم بتاع سنة الفين وتمنتاشر لو حكم الحديث دوت لغى بقى القرارات الاديمة بتاعت التوقيع على بياض. طيب. وفي برضو احكام لمحاكم اول درجة. ومحاكم استقناف. يعني يعني في معانا احكام بس انا ما جبتاش النهاردة لان احكام انت لو كتبت على النت او كتبت في اي حاجة ان شاء الله برضو هبقى اجيب لكم احكاء. اه لو جدت خوش هتلاقي اي اصال امانة على بياض واخد براءة. بالذات لما الخبير بيبعد تقرير يقول ان في اختلاف في القلم والمداد والكلام اللي احنا شرحنا في الحلقات اللي فاتت. طيب انا النهاردة بقى من الحلقة دي ليه? اه احنا عندنا استاذ اسمها استاذة هناء فرج. جات وعلاق التعليق على فيديوهات. على فيديو من فيديوهاتي في اصال امانة. وقالت لي ازو عمر الكلام دوت اه ده مش صحيح. ده محكمة النقد قالت ان التوقع لو بياضي عدو طفويت. طيب. انا النهاردة بقى جبت حكم اه لمحكمة النقد حديث سنة الفين وانتاشر. اه حكم بربع ورقات هنشرحه دلوقتي كله. وهنتكلم في الموضوع باختصار. برضو علشان يبقى احنا فهمنا الناس. انا الحلقة دي معمولة مخصوص للناس اللي اللي هي يعني اصحاب الفلوس. الناس اللي هي اللي هتبقى هي الدائنة. يعني المدينة هيجي اخد منك فلوس. هتدفع فلوس كتير. لو قلت بقى ده محكمة النقد قالت ان انا النهاردة همضيه على بياض ده تفوض منه ليه ان انا اكمل بقية الايصال. واجه ابو السلاف وجئت في بعد ما جارفع الايصال ابو السلاف انا ابو السلاف لخصم اواخد براءة. اه? يعني انا ابقى دفع فلوس كتير وفي الاخر اجال الخصم اواخد براءة. طبعا الخصم بقى لو كان عنده ضمير هيجي يدفع. عندما للاسف اه يعني الاغلب ما بيعملش كده. بيتوهني. توهني بقى عبل ما يجيب لي الفلوس. فالنهاردة بقول ان الحلقة بتاعتنا مخصصة للناس اللي هم اصحاب الفلوس. الناس اللي هتدفع فلوس يا جماعة خلي بالكم. اصال الامان على بياض دي خطأ كبير. نخلي بالنا بقى لو سمحت. النهاردة بنقول اهوات اصال الامان على الموقع على بياض لا يصلح. لاثبات المديونية. هكذا حكمت محكمة النقط. كلام دوات انا هحط اللينك بتاعه اسفل الفيديو ده موقع على الحكم حضرتك اهوات حكم نربع. ورقات برضو اللي عايزوا يعني اللي عايزوا الحكم يكلمنا على الواتس هدهول. ما فيش اي مشكلة. طيب. وحيثيات الحكم قالت ان براءة زمة المدين من قيمته لثبوت سوريته اللي هو الاصال. كونه حررة ضمانا لتنفيذ التزام اخر. ايه هو الالتزام الاخر هنشوف دلوقتي. اللي هو يعني مسلا انت جاي تاخد من واحد موبايلات جاي تاخد من واحد ارض جاي تشتري هكار جاي تعمل ايا كان. وقال لك طب انا عاوز اضمن فلوسي كتب لاصال الامانة. ده كده معانته ان الاصال الامانة اتحرر لاثبات التزام اخر. هو ايه الارض بقى او الموبايل او الايا كان. مش هنختلف في الجزئة دي. طيب هنا بقول اصدارة الدائرة المدنية. يوم الاثنين دائرة دائرة المدني بمحكمة النقض حكما مهما. رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن اصارات الامانة. نخلي بال. قالت فيه اصال الامانة الموقع على بياض لا يصلح لاثبات المديونية. ولا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام. يعني اصال الامانة دوت مش دليل اللي هو على بياض. مش دليل. على صحة وجدية سبب الالتزام. ولا يصلح دليلا على نفي سوريته. اصال امانة سوري انت عامله عشان تثبت اي وقعة تانية. الامضة على بياض ما هياش دليل على نفي السورية دي. لا الاصال دوت اصال سوري. وذلك على الرغم من ان العديد من الاحكام القضائية تقر بصحة التوقع على بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية. يعني فيه احكام تانية قالت ان ده عادي. بس احنا زي ما احنا قلنا دي احكام قديمة. طيب صدر الحكم هنا في الطعن المقيد برقم تسعة الف ستمية اربعة وعشرين لسنة تمانية وتمانين. قضائية برئاسة المستشار ريح جلال. وعضويها المستشارين مجد مصطفى. وهواء الرفاعي. ورفعة هيبة وهاني وعميرة. وبحضور رئيس نيابق احمد شكري وامين. سر عادل حسين ابراهيل. انا بجيب لك الاسماء عشان لما تخش حضرتك. تشوف الحكم. تلاقي الكلام اللي انا بقوله موجود قدام حضرتك. وزي ما قلت هبعت لك الحكم على الواتس لو انت عاوز. نشوف الوقائة بقى كده. ونشوف المدعي بقى بيطلب بايه? والمدعي عليه عمل ايه? ونعرف كده اول درجة حكم اول درجة وحكم استقناف حكم ناقدة جايبين كل حاجة معنا. الوقائة. المدعي يطالب بمبلغ تلتمية واربعين الف جناب. الاضافة الى الفوائد والتعويق. دوت واحد. في طالب واحد تاني ماضي على بيض. هو كمل الاصال وكتب في الاصال تلتمية واربعين الف. تمام? وراح رفق الاصال وعاوز التلتمية واربعين الف. طيب. الوقائة. على ما يبين يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق. تتحصل في ان المطعون ضده. بعد ان رفض امر الاداء المطعون ضده اللي هو الشخص يعني المطعون ضده هنا اللي هو مين? اللي هو المدين. انتم اخذين بالحضراتكم? بعد المدين طبعا اتبعت له امر اداء فهو رفضه. ادفع تلتمية واربعين الف ورفض. اهو. رفض امر الاداء المقدم منها اقام على الطاعن الدعوة رقم مية ربعة وتسعين لسنة الفين وخمستاشر امام محكمة بالقاس الابتدائية طالبا الزامه بمبلغ تلتمية واربعين الف جنيه بالاضافة الى الفوائد والتعويض عن الاضرار المادية التي لحقته على سند من القول انه يدينه بهذا المبلغ بموجب اصول امانة. وقد رفض قد رفض سداده رغم انذاره فاقام الدعوة. ديت الوقائة بتاعت الدعوة عشان نبقى احنا فاهمين. وبعد اقامة الدعوة قدت محكمة اول درجة خلي بالك بقى معي هنا قوي. بالزام الطاعن بالطلبات عدد طعوات. يعني هنا حكمت للدائن والزامة المدين بالطلبات. طيب واستقنف الطاعن الحكم بالاستقناف رقم الفان سبعمائة واربعين. لسنة سبعة وستين قضائية امام محكمة استقناف المنصورة. وتمسك بصورية سبب الالتزام. دي الجزء اللي احنا بنقول فيه. السورية ان ده اصر على بيض. آآ ما فيش هنا ركن تسليم. تمام? احنا اتكلمنا على الحاجات دي كتير. واحلت المحكمة الدعوة للتحقيق. وبعد ان استمعت لشاهدي الطاعن قدت بتاريخ تسواتاشر اغسطس بتأييد الحكم المستقنف. المحكمة جابت الشهود وسامعت برضو بالرغم من سامعة الشهود وهنا الشهود في صالح المدين. يعني الشهود جم قالوا ان الواقع ديت ما كانش فيها ركن تسليم. احنا هنكمل. وبرضو بالرغم من دولة المحكمة حكمت بتأييد الحكم المستقنف. انا عاوز كل كل كلام ده هو يعني بالرغم ان حكم اول درجة. وحكم مستقنف. جي ضد الكلام اللي انا بقوله. ان اصل الامان على بعض غلط بس خلي بالك او معاف حكم محكمة النقد بقى. طعن هنا الطعن في هذا الحكم بطريق النقد اهوت. خلينا واحدة واحدة. انا بكلم باختصار وعشان كده كاتب الموضوع باختصار عشان ما طولش. واوضاعة النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن. تمام? واذ عرض الطعن على ذي المحكمة في غرفة المشهورة. تمام? وحاصل ما ينعاه الطعن باسباب طعنه. على الحكم المطعون فيه. الفساد في الاستدلال. ما فيش ادلة. اذ اقام قضاؤه بالزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهده من انه وقع وقع على ايصال سند الدين على بياض. ثم سلمه طواعية واختيارا للمطعون ضده. فيكون ملزما بالمبلغ الثبت به. رغم ان الشاهدين خلي بالك بقى من جزء دي اضاف في اقوالهما ان الايصال حرز ضمانا لنقلة لنقلة حيازة زراعية للمطعون ضده. يعني الكلام يا جماعة هنا ما كانش فيه ركن التسليم. ده الاصال دوقتي كتب عشان يزبط الزام اخر. وهو ايه اهو ضمانا لنقلة لنقلة حيازة زراعية. وانه اوفى بالتزاماته مما يبرق ذمته يبرق ذمته من تلك المديونية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. نشوف حكم محكمة النقلة هنا بقى بعد ما قرأنا باختصار شديد الوقائع نشوف الحكم بتاع محكمة النقلة قالت ايه? لما اول درجة اصدرت الحكم وقالت ان كلامة ده اندهو صح وحاكمت على المدين بالرغم ان الايصال مكتوب على بياضه بالرغم ان الخبير وبرغم ان الشهود قم قاله ان الايصال دوت الكتب على بياض. تمام? فطبعا الكلام دوت يعني محكمة اول درجة حكم خلالها. محكمة الاستقناف ايادة الحكم. طيب تعال نشوف محكمة النقلة قالت ايه? انا هنا معا الحكم طبعا مش هكرقوا كله بقى لان احنا خلاص وضحنا باختصار شديد الوقائع خلاص قلناها المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسامع التقرير خلاص. اه وبقى بيبدأ يشرح الكلام. طب انا لا هحكم الحكم دوها طب ايه الخطأ طب ايه صح? اللي عايز الحكم يا جماعة يقول لي وانا صور هلو. هنا قالت ايه بقى المحكمة قالت لذلك اهوت بعد الكلام دوت. ودي الجزئية اللي انا عاوز اوضحها للناس. قالك نقدت المحكمة الحكم المطعون فيه. وحكمت فيه موضوع الاستقناف رقم الفين سبعمية واربعين لسنة سبعة وستين قضائي. المنصور بالغاء الحكم المستقنف. اهو. لغت الحكم. وايه كمان ورفضت الدعوة. اه بالغاء الحكم المستقنف. ورفض الدعوة. والزمت المطعون ضده. المصرفات ومبلغ ثلاثمائة جنيه اتعاب محماء. قالت لك بعد الكلام ده هوت. وبعد ما الشهود قالوا. ان الكلام ده كان. ايصال امانة على بياض. والخبير جاب ان ان فيه اختلاف في المداد واختلاف في الخط. الكلام دوت قدامنا واضحة قوات ان ده اصال امانة على بياض. وكمان الشهود قالوا ان ايصال دوت مكتوب ايصال سوري مكتوب ليثبت التزام اخر ونقل حيازة زراعية. بل محكمة هنا جابت من الاخر وقالت ايه? نقدت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستيناف رقم الفين سبعم اربعين لسنة سبعة ستين قضائي. المنصورة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوة. والزمت المطعون ضده المصرفات ومبلغ ثلاثمائة جنيه اتعاب محماء. اه اه امين السر نائب رئيس المحكمة. والحكم دوت حكم جديد. ما هوش قديم. ده حكم جديد سنة الفين وتوانتاشر. اه هحط لحضراتكم اللينك بتاعه. لاز يخش يشوف الحكم. هحطه اسفل فيديو. واحط رقمي. اه اي حاجة تسألني. هترن عليها. هتقول لي بعتلي الحكمة على الواطس. اي حاجة اه انت فوق دماغي. طبعا. طبعا مش هوسيك بقى. اه دي قناتك. طبعا انت هتشترك لو انت مش مشترك معايا. والباقي ده بتاعك بقى تعمل لايك تعمل تعليق تشير. ادي حاجة خاصة بك انت. وبشكر الجميع. وتمنى ان كل يكون استفاد. يا جماعة عشان خطر يخلي بالكم اصال الامانة دوة تخلي بالكم انه ناس كتير بتيجي بزعلانة. اه شكرا عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.